عمل بث مباشر من خلال تطبيق اليوتيوب بحيث ان البث المباشر يظهر في خلاصة الشورتز في الرف الخاص بالفيديوهات القصيرة على منصة اليوتيوب وبالتالي ده يزود المشاهدات او الحضور على البث المباشر اللي انت بتعمله على قناتك وكمان الناس دول جزء منهم هيبدأوا ان هم يشتركوا في قناتك تابع معايا الشرح من البداية للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب اكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب ان احنا بنعملكم فيديوهات ازاي ان انت تعمل بث مباشر من خلال تطبيق اليوتيوب بالطول بحيث ان البث المباشر بتاعت ده بناءا عن تحديثات اليوتيوب الجديدة ان انت يظهر البث المباشر في خلاصة الشورتز فده شيء مفيد جدا جدا ان انت يجيلك مشتركين جداد لقناتك وكمان البث المباشر انت بتعمله بدل ما يكون حضر عندك عشرة خمسة عشرين يحضر عندك عدد اكبر بكثير لما يظهر في خلاصة الشورتز هنبدأ الشرح مع بعض على طول تابع معي الشرح احنا دلوقتي في الفيديو ده بنطبق من خلال تطبيق اليوتيوب بدون اي تطبيقات او برامج خارجية هتبدأ ان انت تفتح تطبيق اليوتيوب بهذا الشكل على قناتك عادي خالص تمام وهتضغط على علامة الزياد اللي تحت وبعد كده هتقلب تحت هنا لغات ما تختار اللي هو البث المباشر تمام كده فتحنا على البث المباشر حاليا دلوقتي انت ماسك الموبايل بالطول زي ما انتوا شايفين كده الموبايل بالطول فبالتالي طالما الموبايل بالطول فالبث المباشر هيظهر معك في خلاصة الشورتس هتبدأ ان انت تضغط هنا على الالم ده كده وهتبدأ ان انت بقى تحط هنا عنوان العنوان تمام كده وهتبدأ ان انت تعمل مستوى العرض لعلني زي ما انت شايف كده وهتبدأ بعد كده ان انت طبعا ليس مخصصا للاطفال وهتبدأ ان انت تضيف وصف هنا هتحط وصف هنا طبعا هتطبق سي يوتيوب اللي هو search engine optimization على البث المباشر زي الفيديو العادي بالضبط وهتدخل هنا على الاعدادات المتقدمة هتلاقي عندك هنا طبعا السماح بالمحثة وطبعا عندك هنا اللي هو طبعا بيقولك هنا الاتجاه عمودي عمودي ينصح به زي ما انت شايف كده حتى كتب لك جنبه منه ايه ينصح به تمام لو انت تضغط عليه كده وعايز بالأفقي يبقى كده مش هيظهر البث المباشر في خلاصة الشورتس احنا عايزين الفيديو بتاعنا يظهر في خلاصة الشورتس فاخليه هنا اللي هو عمودي وطبعا هنا بفعل الربح هنا لو كان قناتي مفاعلة وهبدأ ان انا ارجح كيها تاني بالسهب بعد ما زبط كل الاعدادات اللي هو امامي ديت طبعا لا الفيديو ليس مخصصا من الاطفال وبعد كده بضغط على التالي كده ظهر معايا بهذا الشكل لو انا ضغطت هنا على بث محتوى مباشر هبدأ ان انا اطلع بث مباشر على قناتي انا لسه ما حطتش صورة مسغرة انت حط صورة مسغرة عشان حتى لما البث المباشر بتاعك يظهر في البحث او يظهر للمشتركين في قناتي يبدأ ان يكون في صورة مسغرة وعليها عنوان وموضوع لازم يا جماعة البث المباشر كله موضوع ما فيش حاجة اسمها ان انا كده حد اكون عادي مش حد مشهور وطالع على البث المباشر ازايكم عاملين ايه تعالوا ندردش السلام عليكم يعني ما فيش حاجة اسمها ان انا اعمل استهداف وكتب السلام عليكم في عنوان او في الصورة المصغرة او ان مثلا نعمل بث مباشر كل شوية اللي هو بشتك كتير اكتب كده اللي هي الحاجات اللي هي بالنسبة تكتبها دي اللي هو ايه لا تعتمد على الاخرين ما عرفش ايه محدش هينفعك في حياتك حاجات كده بشوفها يعني فين عنوان البث المباشر فين الاستهداف المشاهد والله المشاهد لو ما حس ان هو هيستفاد منك ان هو هيستفاد من البث المباشر بتاعك او من الفيديو بتاعك حتى لو هتعمل له كوميديا هتعمل له اي شي المهم ان هو في الاخر هيستفاد منك ايه مش هيكمل الفيديو حتى مش هيفتحه اساسا فانت حاول ان انت يكون في موضوع الناس بتبحث عنه في المحتوى اللي انت بتقدمه طبعا المفترض ان انا احمل صورة مصغرة اضغط هنا على الالم ده كده وابدأ ان انا اعمل ايه اما التقاط صورة مصغرة او اعمل تحميل صورة مصغرة اكون انا مجهزها عن طريق اي برنامج طيب انا عايز اعدل اكثر في اعدادات البث المباشر بحيث ان هو يظهر اكثر في بحث اليوتيوب وفي خلاصة الشورتس اطبق سي يو اليوتيوب كويس زي اي فيديو عادي فيديوهات اللي هي شرحنا فيها ازاي ان انت تطبق سي يو اليوتيوب اللي هو الاس اي او هتكون موجود اهمها في وصف هذا الفيديو وفي التعليق المثبت بعد ما خلاص انت يعني زبطت اعدادات البث المباشر انصحك ان انت تدخل على البث المباشر ده سيبه كده معلق تمام ما تبدأش ان انت تطلع علني ادخل الاول على الاعدادات البث من خلال متصفح جوجل كروم هتفتح متصفح جوجل كروم تمام وهتبدأ ان انت هتلاقي عندك تعمل عرض سطح المكتب وتدخل هتلاقي البث المباشر موجود عندك هوري لك على اللابتوب لكن انت قدر تدخل من الموبايل عادي فيش اي مشكلة تقدر انت تدخل على متصفح جوجل كروم وتعمل عرض سطح المكتب من الموبايل تمام او تدخل من اللابتوب او الكمبيوتر البث المباشر حاليا جاهز ان انا اطلع ولكن اضبط اعداداته تمام فادخل كده هوت هنا على لوحة البيانات الخاصة بالقناة بعدين اختر المحتوى بعدين اختر البث المباشر رأيه هنا البث المباشر هو بث قادم اضغط هنا على التفاصيل بتاعته وهبدأ ان انا ازبط اعليات البث هنا لو انا عايز اعدل في العنوان الوصف اعايز مثلا ان انا اضيب سورة مسغرة اهيت تمام والكلام ده اعمله بالموبايل نفس الكلام بالضبط تمام كده وهنا احط القيمة التشغيل وبعد كده هنا اختر ان هو ليس مخص الاطفال وحط كلمات مفتاحية بث مباشر وحط الموضوعات اللي انا بتكلم فيها تمام كده هنا في البث المباشر هنا في العلامات او التاجز تمام كده ما تساش تحط اسم قناتك والموضوعات اللي انت بتتكلم عنها طبق سيويو اليوتيوب كامل على البث المباشر بالشكل ده كده وابدأ ان انا قولت احط طبعا تاريخ له اختار تاريخ هنا تمام تاريخ للبث المباشر طبعا نعمل اول هنا حفظ هنا لي اشياء اللي انا عملتها. حفز التغييرات. وهبدأ ان انا ادخل هنا على التخصيص. بعد ما ادخل على التخصيص هنا هلاقي عندي هنا في اللي هو يعادة تشغيل المحادثة المباشرة. هيت. ومحادثة مباشرة كون شغالة. تمام? وبعد كده اوضع المشتركين اقول هنا المشتركون بحيث ان يجي لمشتركين لقناتي. يعني اللي يستطيع ان هو يكتب فقط المشترك في قناتي. لو هو مش مشترك هيبدأ ان هو يشترك. واختار هنا اللي هو اي مدة مثلا بحيث ان هو بمجرد ان هو يشترك يقدر ان هو يكتب لي في البث المباشر. بعد كده هنا بدخل هنا على علامة تحقيق الربح. بعد كده بضغط هنا على اللي هو غير مفعلة بخير ليها تفعيل. ده لو انت قناتك مفعلة ربح. بعد كده بنزل تحت هنا بقول تحديد اختيار كيفية ظهور الاعلانات اثناء التشغيل. بضغط هنا على تحديد موعد لعرض الاعلانات. وببدأ ان انا ازود الاعلانات بقول معدل التكرار هنا بخليه كل ست دقائق ده اقل شيء. تمام كده عرض الاعلانات للمشاهدين في اوقات مختلفة بافعلها كده بالشكل ده. وببدأ ان انا اعمل حفظ. وبالتالي كل ست دقائق بيبدأ ان يظهر اعلان للناس اللي بيشاهدوا البث المباشر. ده لو كانوا بيشاهدوا البث المباشر تمام خارج خارج اللي هو رف في الفيديوهات القصيرة. لكن لو حد دخلك من خلال مش هيظهر امامه اعلان في في قبل التشغيل او اثناء التشغيل. ولكن طبعا لما يظهر البث المباشر بتاعك في خلاصة الشورتس طبعا ده هيجي لك عدد مشاهدين احسن اثناء البث المباشر وكمان عدد منهم ان شاء الله يشترك في قناتك وكمان عدد منهم هيبدأ يقلب في قناتك فده بيزود التفاعل على قناتك. تقدر تعمل وتزبط اعدادات البث المباشر تمام بعد ما ان انت كون زبطته هنا من خلال تطبيق اليوتيوب تقدر تزبط الاعدادات ديت من خلال لابتوب او كمبيوتر او من خلال متصفح جوجل كروم. تدخل من خلال جوجل كروم وتعمل عرض سطح المكتب او ما يسمى بالدسك توب سايت كأنك بالضبط فاتح من اللابتوب او كمبيوتر. لو انتم عندكم اي سؤال في هذا الامر اكتبلي في تعليقات هذا الفيديو وان شاء الله بنوضح لك اما في فيديو جديد او من خلال التعليقات. طيب انت بقى لك سؤال دلوقتي انا عايز اعمل بث مباشر علشان يظهر في خلاصة الشورتس بالطول ولكن انا محبش اطلع بث مباشر. انا واحدة ست مش بحب اطلع او رجل مش بحب يطلع بث مباشر على قناته. مفيش اي مشكلة خالص. انتظر مننا فيديو اخر هنوضح فيه ازاي ان انت تعمل بث مباشر ويظهر في خلاصة الشورتس بدون ما ان انت تطلع مباشر بنفسك على قناتك. من خلال تطبيق اليوتيوب. لو انت منتظر الفيديو ده اكتبلي في تعليقات الفيديو اللي انت بتشاهده ده. لما الفيديو يكون جاهز اللي هو ازاي تعمل بث مباشر لفيديو مسجل عندك ويظهر في خلاصة الشورتس تمام هيكون موجود في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو ده. اهم الفيديوهات موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشو محتوى على اليوتيوب. تحياتي لكم مع السلامة.